موسيقى مساء الخير مشاهدين أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض والتي نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج هذه أبرز عنوين اليوم إنهاء الخطط الأمنية لموسم العمرة في رمضان ومؤتمر سحفي لقوات أمن العمرة يستعرض التفاصيل التحالف يؤكد التزامه بوقف العمليات في اليمن وبريطانيا تحط اليمنيين على اقتنام فرصة السلام موسكو تؤكد استمرارها في المفاوضات مع كيف وتحذيرات من مخاطر قد تطول المشآت النووية ومن ملفاتنا المتنوعة في الرابعة أيضا العالم الإسلامي تحر هلال رمضان والرابعة ترصد إجراءات التحري من مرصد تمر قرب الرياض ساعات تفصل العالم عن قرعة المونديال حضوض السعودية وثلاث دول عربية رهن القرعة الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي لقيادات قوة أمن العمرة سائلنا العلي القدير أن يتقبل الصيام والقيام وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان لا شك أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن من أولويات وزارة الداخلية وقطعاتها الأمنية وقد أكملت كافة الجهات الأمنية استعدادها للبدء في تنبيذ هذه الخطة والتي تضمنت عدداً من المحاور أولاً المحور الأمني وحفظ النظام وإدارة وتنظيم الحشود وإدارة الحركة المرورية وتقديم الخدمات الإنسانية وتمكين ودعم الجهات الأمنية والخدمية الأخرى أيضاً المساندة تم مراجعة كافة الخطط التي طبقت في المواسم الماضية ودرسة التقارير والإحصائيات ووزعت القوى البشرية والآلية وفقاً لمتطلبات هذا الموسم وسيتم تقديم تقويم هذه الخطة بإذن الله تعالى وتقييمها أثناء التنفيذ وصولاً إلى الأهداف المرسومة لا شك هناك شركاء لنا جميعاً الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمارة العاصمة المقدسة ووزارة المالية إدارة المشاريع نتكامل مع الجميع بإذن الله لموسم ناجح بإذن الله هناك عدد كبير من محطات الدقل العام تم مراعاة الكثافات المتوقعة على هذه المحطات محطات في مداخ المكة ومحطات محيط الدائر الثالث ومحطات في جانب الحرم من كل الجهات وبإذن الله متوقع أن تكون هذه المحطات لها دوراً كبيراً في توزيع الكثافات على كافة جهات الحرم وسوف يتم بإذن الله الإشارة إلى تفاصيل الخط المرورية من قبل مساعد لشؤون المرور الخطة تضمنته بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أن يكون دخول المصلين للمسجد الحرام وساحاته بدون التصريح الذي كانت تطبق سابقاً ما عدا أداء العمرة سيكون بإذن الله تعالى هناك حاجة لوجود تصريح العمرة لأن التصريح هو أحد ممكنات جودة التنظيم أيضاً سيتم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين وذلك بالتنسيق مع رئاسة شؤون الحرمين حيث نتكامل معهم في تنظيم ذلك سيتم تخصيص باب الملك فهد وباب العمرة وباب السلام وأيضاً باب الملك عبد العزيز ومدخل مروة لدخول المعتمرين وسيكون مصلى الركعتين خلف المقام وإذا كانت هناك حاجة لوجود مصليات للركعتين سيتم تخصيصها بإذن الله ما بين المروة وباب الملك عبد الله في الدور الأرضي الدور الأول للمطاف والتوسع السعودية الثالثة والسحادة الخارجية مخصصة للمصلين وكذلك السطح بإذن الله تعالى في حالة جاهزيته بالتنسيق وينسق حالياً مع وزارة المالية إدارة المشاريع لاستخدامه وفقاً للمخطط المتفق عليه وفي حال تطلب وجود بطاف في السطح سيتم تخصيص الجزء الأمامي المحالي للكعبة المشرفة وفقاً لما تم في السواءات الماضية تم إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج بما يحقق سلابة الحشود أثناء الخروج وبالذات بعد الانتهاء من الصلوات لا شكاً الخطة راعد توازن التدفقات على كافة الجهات ولذا سيتم العمل على إيجاد ممر بين التوسع السعودية الثالثة وبينه العطاف لتمكين نقل المعتمرين بعد الخروج من المروه إلى الساحة الغربية الشبيكة شارع إبراهيم الخليل جبل عمر وهي أحد مكتسبات خطة هذا العام جاهزية ممرات الكعبة والشبيكة لنقل المصلي من محطة جدرول إلى التوسع الشمالية والمودية إليها والحمد لله تقدمنا اليوم مع وزارة المالية بأن الجاهزية بإذن الله ستكون وفق المخطط لذلك جسر بن شيبة في الجهة الشرقية من المسعة سيكون استخدامه هذا العام مختلف نوعاً ما حيث سينقل المعتمرين الذين أنهوا عمرتهم عبر الجسر إلى الممر الشامية إلى التوسع الغربية من أجل النخلق توازناً بين الكذافات الموجودة في الشمال والكذافات الموجودة في الجنوب ولذلك من المتوقع أن الممر المحاد لقصر الصفاء الذي يشهد كذافات عالية من المتوقع أن تخف عليها الكذافات هذا العام وهي أحد مقاصد وجود هذا الممر في الجهة الشمالية سيتم استقلال المساحات وفقاً لمنشأ الرحلة وسنراعي الأمن والسلامة والمرونة في الدخول والخروج حيث تشكل محطات النقل العام أهمية قصوى في توزيع الكذافات على كافة الحرم هذا العام بإذن الله تعالى سنركز على إدارة الدفقات من المحاور الخارجية للمنطقة المركزية بحيث توائم الكذافات البشرية مع الطاقة الاستعابية الآمنة وبما يرفع كفاءة الوصول الآمن والميسر بإذن الله على المعتمرين من المؤكد أن هناك ظواهر سلبية في المنطقة المركزية وفي كافة أيضاً الدائر الثالث إلى المسجد الحرام لكننا سنتعامل بحزم وبالذات ممارسة التسول وسيتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم أنا آمل من زوار الحرامين الشريفين أن يكونوا عولاً لنا كما عودونا وذلك بالالتزام بالآتي أول الحصول على الموعد من أهم متطلبات التنظيم بالنسبة للمعتمرين ويمكن كل الجهات من تقديم الخدمات بكفاءة حيث أن حجز الموعيد الآن متوفر على مدار الساعة والتقنية جاهزة عبر اعتمر توكننا واعتمرنا وأيضاً الموعيد لا شك هي جزءاً من أدوات تحقيق السلامة للزوار الحرامين الشريفين سواء في مكة أو المدينة المنورة سيتم تطبيق العقوبة المقررة لمن يأتي إلى مداخ المكة المكرمة أو المنطقة المركزية محرماً دون الحصول على تصريح العمرة ولذا أرجو وأؤكد على أن التصريح العمرة هو جزء من دقة التنظيم الذي نسعى إليه جميعاً كما أؤكد على أن اللبسة الكمامة في المنطقة المركزية حفاظ على صحتهم وتوافقاً مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتنظيمات الصحية في الختام أؤكد على أن القوات الأمنية جاهزة للحفاظ على أمن والسلام والضيوف الرحمن وبمتابعة لحظية من سمو سيدي وزير داخلية ولن نتوانى في تحقيق كافة محاور الخطة الأمنية لتأمين لضمان تادية النسق في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والهدوء شكراً لكم جميعاً شكراً لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني الآن أن أقدم زميلي مدير الإدارة العامة المرور المساعد قائد قوات أمن العمرة يشهر المرور لتقديم خطة الإدارة العامة المرور في هذا الموسم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شكراً ساعدت القائد يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أقدم شرح موجز للخطة المرورية خلال موسم العمرة لهذا العام 1434 طبعاً عندما أذكر الخطة التشغيلية للعمل المروري يعني أن قبل الوصول إلى هذه المرحلة كان هناك عدة خطوات تبدأ من التخطيط والتجهيز إعداد القوى البشرية والآلية حتى نصل إلى مرحلة التشغيل هناك عدة مرتكزات تبنى عليها الخطة المرورية أولاً تنظيم الحركة المرورية في المنطقة المركزية بشكل عام مباشرة وقوع الحوادث في العاصمة المقدسة ومحاورها تنظيم حركة مواقف ضيوف الدولة والشخصيات الهامة تنظيم وتشغيل مواقف المركبات سواء المواقف الداخلية أو الخارجية التحكم في التدفقات والوصول إلى الحرم المكي الشريف إدارة حركة المرور بشكل عام تفعيل وتشغيل نقاط الفرز الداخلية والخارجية إذا بدأنا أولاً في المحطات الخارجية كما تعلمون على مداخل العاصمة المقدسة هناك عدد خمسة مواقف لاستقبال المعتمرين والزوار والمصلين أولاً المسار الأول مسار طريق جدة مكة السريع وما يسمى بشميسي والذي يطوله تقريباً ثلاثة ثلاثين كيلو متر ويتحرك الباص حتى يصل إلى محطة جهد المصافي ثم الوصول إلى الحرم المكي الشريف ثانياً مسار مواقف الشرائع للقادم من طريق السيل وطوله تقريباً ستاشتر كيلو متر ويتحرك حتى يصل إلى باب علي ببيوار الحرم المكي الشريف المسار الثالث مسار طريق الهدى الطائف ويتحرك من الهدى الطائف مروراً بدقم الابر حتى الوصول إلى جبل الكعبة المسار الرابع مسار طريق الليث ويتحرك من مواقف طريق الليث للقادم من الساحل حتى جهد المصافي المسار الخامس مسار طريق المدينة المنورة وهو ما يسمى بموقف النورية وطوله تقريباً عشرين كيلو متر ويتحرك حتى يصل إلى محطة جرول الشرقية هذا فيما يخص المحطات على مداخل العاصمة المقدسة والتي تمكن جميع الزاهرين القادمين من خارج العاصمة المقدسة بإقام مركباتهم واستخدام النقل العام وكما ذكرت وذكر سعدت القايد إنه من المرتكزات الرئيسية لخطة هذا العام النقل العام والنقل الترددي تم الحمد لله هذا العام استحداث خرايا التفاعلية لهذه المواقع التي ذكرتها سابقاً الخمسة مواقع يستطيع المستفيد سواء المعتمر أو الزاهر الوصول إلى هذه المواقع لاختيار الطرق المناسبة لها عن طريق الضغط على الموقف المناسب له حسب اتجاهه فيما يخص المواقف الداخلية هناك تسع مواقف داخل العاصمة المقدسة أيضاً تم اعداد خرايا التفاعلية موجودة حتى تنشر بشكل مفصل يستطيع أهالي مكة والزايرين والمعتمرين اختيار الموقع المناسب له إذن تابعنا وإياكم مشاهدين الكرام جزء من المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي قائد قوات أمن العمرة ذكر بأن القوات تنهى الخطط الأمنية المرورية أيضاً لموسم رمضان وأن على الجهة المشاركة وكلها تتكاتف لإنجاح هذا الموسم وذكر بأن تصريح العمرة هو أحد ممكنة جودة التنظيم ذكر بأنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي في الحرم للمعتمرين تم إعادة تنظيم المداخل والمخارج أيضاً لمراعاة التعامل مع الحشود وذكر اعتمادهم لخطة توزيع المعتمرين تفادياً للزحام وأخيراً طبعاً تابعنا استعراض للخطة المرورية وشرح موجز لها من مقر المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة يلتحق بنا مراسل العربي سلطان السلمي سلطان مساء الخير مرحباً بك معنا في نشرة الرابعة سلطان كيف هي الاستعدادات حتى هذه اللحظة تابعنا موجزاً ربما قبل قليل ونزال المؤتمر جاري حتى اللحظة أهلاً بكنايف أهلاً بكافة مشاهدي قناة العربية بالفعل يوم واحد يفصلنا عن دخول شهر رمضان قبل قليل أن يبدأ اللواء البسامي قائد قوات أمن العمرة بوضع الخطة التشغلية والتفاصيل بمشاركة عدد من القادات المتعلقة بالأمن العام نتحدث على القطاع المرور وقطاع الجوازات وغيرها من القطاعات المهمة المشاركة في موسم الحج أو موسم العمرة هذا العام من خلال وضع الخطة التشغلية وأبرز محاور هذه الخطة من خلال ليكون موسم عمرة هذا العام بطريقة مميزة وذلك يضمن سلامة كافة المعتمرين وزوار المسجد الحرام بحسب التفاصيل والمصادر الخاصة لقناة العربية هناك أكثر من 250 ألف حجز يومي سوف يكون في موسم العمرة هذا العام أيضاً نتحدث أن نسبة الحجوزات تجاوزت الخمسين في المئة من أول أسبوع في موسم رمضان فيما يتعلق ببقية الشهر وبلغت نسبة الحجوزات إلى ثلاثين بالمئة وهذا يعني هناك إتاحة لكل من يرغب بإعداء مناسك العمرة اليوم هناك عنوير رئيس الدخول بتصريح لأخذ العمرة أن يكون هناك لبس الكمامة داخل الحرم المكي يمنع منع بات عمليات التسول في المنطقة المركزية هذه المنطقة الكبرى التي تطل أو بموازاة الحرم المكي نتحدث على انتشار أمني كبير جدا في أروقة المسجد الحرام والساحات والمنطقة المركزية وجود قطاع المرور في كافة المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إلى المسجد الحرام كذلك الاعتماد بشكل كبير على وسائل النقل الأخرى نتحدث على قطار الحرامين وكذلك الباصات الخاصة بنقل المعتمرين من وإلى الحرام وذلك لتخفيف الأعمليات الزحام المرورية المعتادة سوف يكون هذا الموسم بكامل الطاقة الاستيعابية هذا الشهر بعد انقطاع دامة لعامين بسبب إجراءات احترازية مشددة لفايروس كورونا اليوم الحرم سوف يكون بكامل الطاقة الاستيعابية هناك استنفار أمني كبير من كافة القطاعات الأمنية والخدمية والخاصة نتحدث على رئاسة شرون الحرامين وزارة الحج والعمرة واليوم القطاعات الأمنية نتحدث على المرور والدوريات وكذلك أمن المسجد الحرام ختم تخصيص قرابة ثلاث بوابات لدخول المعتمرين وذلك لنقلهم من أربعة مواقف رئيسية يستطيع المعتمر اليوم إيقاف سيارته في أحدى المواقف الرئيسية الأربعة ومن ثم الوصول إلى الحرام المكي في ظرف لا يتجاوز الأربع دقائق ومن ثم الدخول إلى الحرام وفيما يتعلق داخل صحن المطاف وكذلك الممرات والمصليات هناك انتشار أمني لتنظيم عمليات الوفود ودخول كأفواج محددة وبالساعة حتى يتضمن سلامة هؤلاء المعتمرين شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المعلومات أيضا من مقر طبعا المؤتمر الصحفي قيادات قوات أمن العمراء مرأس العربي سلطان السلومي شكرا جزيلا لك الرابعة مستمرة تتابعون فيها أيضا بعد قليل في مدينة سان فرناندو الإسبانية البحرية السعودية تدشن أولى سفون مشروع السروات حياكم الله من جديد أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن في بيان التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني استجابة لطلب أميني عام مجلس التعاون وضف التحالف أن قواته الجوية لم تنفذ أي عمليات قتالية في الداخل اليمني منذ وقف العمليات وشدد تحالف دعم شرعية على أنه يتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وجهود صنع السلام الشاملي في اليمن هذا وحث سفير البريطاني في اليمن ريتشارد أوبنهايم جميع الأطراف اليمنية على اغتنام فرصة السلام ورحب أوبنهايم بالتطورات الإيجابية ومبادرة التحالف لوقف إطلاق النار وأيضا بالحوار اليمني اليمني بقيادة مجلس التعاون الخليجي تدام المملكة المتحدة بالكامل جهود المعبوث الخاص للأمم المتحدة هانس برنبرغ للتشاوع مع مجموعة واسعة من المؤثرين اليمنيين السياسيين والاجتماعيين بشأن عمليات السلام شاملة جديدة كما نرحل في التطورات الإيجابية الأخرى في الأيام الأخيرة أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستستمر في إجراء محادثات السلام مع أوكرانيا بهدف التوصل إلى حلول مرضية وأنها مستعدة أيضا للرد على مقترحة كيف مشيرا إلى أن أوكرانيا بدأت تتفهم الأوضاع في دونباس وشبه جزيرة القرم بالنسبة لمحادثات السلام مع أوكرانيا فنحن مستمرون في المفاوضات لكننا لم نتوصل بعد إلى توفق حول عدد من القضايا الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في اسطنبول قدمت خلالها روسيا بعض النقاط التي من الضرورية الإجابة عليها أوكرانيا بدأت متفهمة للأوضاع في شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس وقال الكريملين أن الضربة الجوية التي نفذتها أوكرانيا والتي استهدفت قزان وقود في روسيا ستعيق محادثات السلام المستقبلية بين البلدين وكان مسؤول روسي قال أن طائرات هيلوكابتر عسكرية أوكرانية قصفت مستودع للوقود في مدينة بيلغرود الروسية المحاذية لأوكرانيا يعد هذا أول اتهام بضربة جوية أوكرانية على الأراضي الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير الماضي في المقابل أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن بلاده تنتظر رد روسيا الرسمي على المقترحات التي قدمتها كييف مشيرا إلى أن دول الغرب لا تمارس أي ضغوط على أوكرانيا بشأن شروط المحادثات الروسية وحول التقارير عن التدخل الأوكراني في بيلغرود الروسية قال وزير خارجية الأوكراني أنه لا يمتلك معلومات عسكرية بهذا الخصوص أكد بلاديمير ميدنسكي رئيس وفد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا أن موقف بلاده بشأن دومباس وشبه جزيرة القرم لم يتغير واستونفت اليوم عبر الفيديو المفاوضات بين البلدين حيث أكد ميدنسكي أنه تتم مناقشة مستقبل القوات الجوية الأوكرانية في مرحلة ما بعد الحرب قال مدير عمل أكالة الدولية للطاقة الدرية رافييل جروسي أنه ناقش مع مسؤولين كبار في روسيا تطورات بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا ووصف جروسي عبر حسابه على تويتر الاجتماع مع الجانب الروسي بأنه مهم للغاية مشيرا إلى أن الطرفين بحثا العديد من المسائل التي تهم الطرفين وينضم إلينا من باريس المحلل السياسي رامي الخليفة العلي سيد رامي مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة بتوقيت السعودية اليوم تصريحات مهمة فيما يخص هذه المحادثات أيضا بين الطرفين الأوكراني والروسي ربما أبرز هذه التصريحات هو ما قاله طبعا وزير الخارجية الأوكراني بأن دول الغرب لا تمارس أي ضغوط على أوكرانيا بشأن شروط المحادثات الروسية إلى أي مدى هذا دقيق برأيك أهلا بك أنا أفتحي لك ولمشاهديك الكرام باعتقادي بأن هناك علاقات وطيدة ما بين الحكومة الأوكرانية والجانب الغربي وفي هذا الإطار فإن الدول الغربية هي أهم الداعمين للحكومة الأوكرانية هذا الدعم لا شك بأن لديه تكلفة سياسية وبالتالي نعم ليس هناك تدخل مباشر ليس هناك تدخل في التفاصيل ولكن وجود دعم غربي بالسلاح وجود دعم غربي بالمساعدات أي أن كان نوعها وجود دعم غربي أيضا بالعقوبات المفروضة على الجانب الروسي كل ذلك يترك أثره على الجانب الأوكراني وعلى الوفد المفاوض الأوكراني باتجاه الجانب الروسي لأنه يعطي الموقف الأوكراني موقفا أقوى أو وضعية أقوى بكثير مما لو كانت أوكرانيا لا تحظى بأي دعم من الدول الغربية وبالتالي هذا الدعم الغربي هو الذي سمح بصمود القوات الأوكرانية هو الذي سمح بمطالب الأوكرانية بوحدة وسلامة الأراضي وبالتالي لو لا هذا الدعم لكان الوضع بالتأكيد متغير تماما الآن هل هناك بالفعل تدخل مباشر؟ شخصيا أستبعد أن يكون ذلك نعم ترك المجال للحكومة الأوكرانية لكي تدير عملية التفاوض ولكن على الأقل نايف هناك فهم غربي بأن إمكانية الوصول إلى تسوية في إطار هذه المفاوضات الجارية ما بين الطرفين تبدو إمكانية صعبة وإن يمكن أن تمثل مخرجا لأجانب الروسي أكثر من إمكانية أن تشكل تسوية للوضع الميداني والوضع السياسي لكن عندما ننظر سيد رامي إلى الموقف الأمريكي نجد أنه موقف تجاه روسيا موقف قوي أو ربما نقول بأنه موقف متزمت كثيرا دائما ما يصف مثلا الرئيس الأمريكي بوتين بأنه جزار مجرم حرب أيضا طلب أو تحدث في أحد المؤتمرات الصحفية بأنه يجب أن يكون في السلطة فبالتالي كيف يمكن تصور التأثير الأمريكي على أوكرانيا في هذه المحادثات ما يمكن أن يطلب من أوكرانيا أن تطلبه من روسيا طبعا في هذه المحادثات إن حدث شيء ما يعني في هذا الخصوص برأيك الحقيقة للموقف الأمريكي عدة زوايا اسمح لي بالإشارة إليها الزاوية الأولى أن هناك خلافات كبيرة ما بين واشنطن وموسكو في جزء منها هي حول الملف الأوكراني ولكن هناك خلافات أخرى حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا حول تمردد الحلف باتجاه شرق أوروبا وبالتالي هناك سلة كبيرة من المشكلات العالقة ما بين الطرفين هذه مسألة المسألة الثانية فيما يتعلق بالملف الأوكراني على وجه التحديد المسألة متعلقة بالحكومة الأوكرانية نفسها لأن ما هو مطلوب روسيا من قبل الحكومة الأوكرانية يمس السيادة الأوكرانية ووحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية الضغط بشكل كبير ونزع السلاح وتغيير الطبقة السياسية وهذه كلها تجد أن تجد الولايات المتحدة الأمريكية أنها مطالب تذهب بعيدا إلى حد الهيمنة على الجانب الأوكراني وهذا يغير المعادلة الأمنية وهذا ما ترفضه واشنطن إلى حد بعيد التصريحات التي أشرت إليها للرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الحقيقة تم التخلي عنها بعد ذلك والحقيقة لا يجب الركون إلى تصريحات الرئيس جوزيف بايدن لأن وجدنا أن هناك الكثير من زلات اللسان ولكن بشكل عام هناك خصومة كبيرة وهناك تباين في وجهات النظر وهناك اشتعال مرة أخرى لحرب باردة ما بين واشنطن وموسكو ويتوقع أن يستمر هذا التوتر لفترة طويلة ربما نقطة أخيرة وهي أن هناك فهم غربي نايف وفهم أمريكي بأن الحرب التي بدأت في أوكرانيا لن تنتهي قريبا وهي سوف تطول وبالتالي هذه المفاوضات هي إدارة للأزمة أكثر من أن تكون حلا لها وبالتالي هناك استعداد سياسيا إعلاميا عسكريا اقتصاديا لمواجهة الجانب الروسي وحتى احتوائه أيضا تحدثت عن ربما توسع هذه الحرب نتحدث الآن عن الناتو اليوم هناك تصريحات لافتة أيضا لسيرجي لفروف وزير الخارجي الروسي يقول بأن دول الناتو تخشى الصدام مع روسيا هل فعلا دول الناتو هي من تخشى هذا الصدام أم العكس صحيح؟ أعتقد كلا الطرفين لأن لا أحد لديه مصلحة حقيقية في قيام حرب ما بين قوى هي قوى نووية يمكن أن تذهب باتجاه حرب عالمية ثالثة يمكن أن يكون هناك استخدام لأسلحة دمار شامل وهذا ليس في مصلحة أي من الطرفين الناتو بالفعل حاول تجنب الصدام المباشر مع الجانب الروسي منذ انطلاق العملية العسكرية وحتى الآن وكانت هناك إشارات مواضحة أولا بعدم فرض حظر جوي بعدم إرسال قوات حفظ سلام كما اقترحت بولندا بعدم تزويد الجانب الأوكراني بأسلحة كاسرة للتوازن أسلحة استراتيجية تمكن أن تغير من المعادلة بشكل كامل كل هذه إجراءات تم اتخاذها من قبل حلف الناتو عن رأسه الولايات المتحدة الأمريكية كرسالة موجهة إلى الجانب الروسي أن هذه الدول ليست معنية بالدخول في مواجهة مع الجانب الروسي الجانب الروسي أيضا الحقيقة بالرغم من وجود مساعدات تأتي عبر بولندا إلا أنه لا يتم قصفها في بولندا ينتظر حتى دخولها إلى أوكرانيا مثل ما حدث في ليفيف ربما وفي أحد المراكز قوات حفظ السلام وبالتالي باعتقادي أن هذا الأمر ينطبق على الطرفين أيضا تحدث لفروف عن استحالة الحوار السياسي مع دول حلف الناتو وهنا أيضا نسأل هل يمكن أن هذه الخطوة يأتي ما بعدها مسألة الاحتكام بعد طبعا استحالة الحلول السياسية أو الحوار الاحتكام إلى ربما مواجهة عسكرية ربما إلى احتدام الموقف وصولها أيضا إلى دول ربما أخرى غير أوكرانية لكن قبل ذلك ربما سننتقل إلى أو لا أبقى معك سيد رامي يعني باستحالة الحلول السياسية هل يمكن الاحتكام إلى أي مواجهة عسكرية ما كإجابة مباشرة لا فيما يتعلق بمواجهة مباشرة ما بين حلف الناتو والجانب الروسي باعتقادي أن هذا احتمال ضعيف بعيد عن أرض الواقع وكل الأطراف ليست معنية بذلك ما يقوله الوزير لافروف حول أنه ليس هناك احتكام إلى العمل السياسي أو الحلول السياسية هناك محاولات على الأقل وربما الاتصالات الهاتفية التي تجري ما بين الرئيس الفرنسي وفرنسا هي عضو في حلف الناتو وما بين الرئيس الروسي بلادي بيربوتين أو المستشار الألماني أيضا صحيح أن الآن هناك مأزق حقيقي هناك أزمة حقيقية ولكن في نهاية المطاف وانت محق ترامى لكن في نهاية المطاف لا بد بالفعل من الوصول إلى تفاوض إلى إجراء ترتبات ما بين روسيا والدول الغربية هذه الحرب ستنتهي أين كانت النتيجة في نهاية المطاف لا بد من أن يكون هناك ترتبات أمنية ما بين الطرفين روسيا بحاجة إلى هذه الترتبات والدول الأوروبية أيضا بحاجة إلى ذلك. لذلك الحل السياسي لا بد أن يكون في النهاية. طيب. سنتابع كل هذه التطورات المتلاحقة. وهذه التفاصيل ربما ستكشف خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك من باريس. انضم إلينا المحل السياسي رمي الخليفة العليم. شهدت مدينة سان فرناندو الإسبانية تجشين سفينة الأولى من مشروع السروات التابعة للبحرية السعودية. سفينة من طراز كورفت أفانتي 222. وأطلق عليها رسميا اسم سفينة جلالة الملك الجبيل. التفاصيل بتقريرها نسفيا. أسابع قليلة وتصل سفينة جلالة الملك الجبيل. أولى سفن مشروع السروات إلى السعودية بعد رفع العلم عليها إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية الملكية السعودية. قائد القوات البحرية الفريق روكون فهد الغفيلي أكد للعربية أن هذا الإنجاز يعتبر محطة بارزة في تاريخ القوات البحرية ما سيسهم في رفع مستوى جاهزية القوات لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية السعودية. هذا الجهد وهذا المشروع لم يأتي إلا بدعم لا محدود من قياتنا الرشيدة من مولاي خالد بحرم الشافين واسمه سيدي والعهد نائب سمي السداء وزير البتاع واسمه أبروزير وبإذن الله سوف تكون إضافة قوية لرفع الجاهزية تهل القوات البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة. محللون أسكريون أكدوا أن السفينة الحربية ستشكل إضافة قيمة وستدعم القدرات الدفاعية للسعودية والتي تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع كافة التهديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية. تم أخذ جميع المعايير متغيرات التهديدات في البيئة العمل البحرية ومجهزة الجيلس كامل لتقوم بإذن الله على أكملوج بما يناضي بها من مهام. السفينة تستطيع أيضا التعامل مع الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم. حيث تم تزودها بأول نظام إدارة مأركة سعودي الصنع تحت مسمى حزم. هاني صفيان العربية سان فرناندو أسبانيا الرابعة مستمرة تتابعونا فيها بعد قليل أيضا. العالم الإسلامي يتحرى هلال رمضان والرابعة ترصد إجراءات التحري من مرصد تمير قرب الرياض. حياكم الله من جديد وإلى الحريق الذي اندلع أمس الخميس بسوق المباركية في الكويت. تفادت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها بأن الحريق التهم عشرات المحلات التجارية وتسبب بتدمير جزء كبير من المنطقة التراثية. قبل أن تنجح جهود رجال الإطفاء في إخماد نيران بشكل كامل في ساعة متأخرة من مسائل أمس. هذا وجرى إخماد نيران الحريق بمشاركة نحو 80 رجل إطفاء من 8 مراكز إطفاء. ووفقا لصحيفة القبس فإن الحريق تسبب بإصابة 14 شخصا فيما تضرر نحو 23 محلا تجاريا في أول حصر مبدئي بحسب القبس. ومعنا من سوق مباركية في الكويت مراسلة العربية شهاد المتروك. شهاد مساء الخير. مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. أنت ربما الصحفية الأولى التي تسأل إلى موقع الحادث وإلى موقع الحريق. لازلنا نشاهد طبعا خلفك رجال الإطفاء يعني يقومون بأعمالهم. هل لازالت أولا عمليات الإطفاء حتى هذه اللحظة؟ كيف تصير عمليات أيضا حتى إزالة الأنقام؟ صحيح نايف طبعا نحن أول محطة تنقل هذا الحدث مباشرة على الهواء متواجدون في موقع الحادث وتحديدا من المحلات التي نشبت فيها الحريق وحرقت تقريبا أكثر من ثلاث بلوكات تحتوي على أكثر من عشرات طبعا المحلات التي أثلفت بالكامل بسبب هذا الحريق طبعا ما زالت قوات الأطفاء تحاول أخماد الحريق الخوف طبعا من المواد التي سببت الحريق وكانت سبب رئيسي في نشوب هذا الحريق الهائل يوم أمس مستمرة قوات الأطفاء في محاولة أطفاء هذه النيرانية وش هالمواد يا شهد اللي ساهمت فينا الحريق يستمر إلى هذا الوقت إلى هذا الوقت أيضا نعم طبعا المواد التي سببت هذا الحريق الهائل هي مواد الكحولية مواد الخشب طبعا الأسقف الخشبية التي ساهمت في زيادة النيران وانتقالها إلى المحلات المجاورة نايف علشان تكون لدينا تفاصيل أكثر ينضم معي الفريق خالد المكراد وهو رئيس الأطفاء العام الكويتية يحدثنا أكثر عن عملية أطفاء الحرائق لماذا إلى الآن مستمرة؟ يعني ما سبب استمرار أطفاء الحرائق؟ نلاحظ في عدد من رجال الأطفاء الموجودين أهلا وسهلا طبعا الحريق انتهى اليوم الساعة العاشرة صباحا واللي أنتوا قاعدين تشوفونها هذه عملية تفتيش لإزالة الأنقاض من المنطقة وأكيد في حريق بهالحجم يوجد جزء من الفحم وبعض الجيوب الحريق البسيطة موجودة تحت الأنقاض وتحت الدمار اللي صاير لكن الحادث منتهي بالكامل والحادث ولله الحمد يعني جزء كبير يعني أتى تقريبا على 12 إلى 14% من مجموعة أسواق المباركية التراثية وللأسف أنه فعلا صار الدمار بهالشكل بسبب وجود كمية كبيرة من المضلات الخشبية التي يقطى بها السوق إضافة إلا حصل في القسم المخصص للعطور والذي يوجد فيه كميات كبيرة من الكحول المركز هذا للأسف اللي أدى إلى سرعة انتشاره بهالشكل تم السيطرة عليه بالكامل ولله الحمد لا توجد أي إصابات بليقة وهذه مجرد عملية تأهيل الموقع حتى يسمح بدخول الجمهور هذه الليلة إن شاء الله إلى مباني مباركية كان فيه أخبار متداولة أن السوق سيتم إغلاقه لعدد من الأيام بسبب الإنقاض بسبب الدمار اللي قاعدة نشوفه حاليا لكن سيتم افتتاح السوق الليلة جاري تنظيف باقي الممرات وجاري إعادة التيار الكهربائي للجزء الأكبر من السوق وخلال ساعة زمان إن شاء الله سوف يتم افتتاح السوق المباركية التراثي للجمهور سبب الحادث كان هو الشرارة من أحد العاملين على الأبواب يعني كما نشر لكن ما كان فيه احتياطات للعمل والمحل المغلق صحيح لا كان فيه حريق كان فيه عمل وكان فيه استخدام للمشار الكهربائي وهذا الشرار للأسف أدى إلى وجود مصدر حراري على هذه الكحوليات المركزة وهذا هو سبب الحريق وتم نشره رسميا بأن هذا هو سبب الحريق يعني ما فيه أي تعمد في تسبب الحريق والتي تسبب فيه حرائق البحلات الأخرى لا الجهات المختصة في التحقيق في قوة الإطفاء العام أثبتت أن لا يوجد قصد جنائي وراء هذا الحريق كل شكر لك الفريق خالد المكراد رئيس فريق الإطفاء العام طبعا كما سمعت نايف الحريق غير متعمد لأنه كان بسبب أحد العاملين على الأبواب في محل العطور الذي نشبت فيه هذه النيران شكرا جزيلا لك يا ولد ضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل والمعلومات من سوق المباركية في الكويت مراسلة العربية شهد المتروك شكرا لك في السعودية وصلت صباح اليوم أولى رحلات قطار الشمال إلى العاصمة الرياض قادمة من القريات وذلك في رحلة بلغت مسافتها أكثر من 12 أو أكثر من 1200 كم شملت خمسة محطات بداية من القريات والجوف وحائل مرورا بالقصيم والمجمع قبل أن تحط رحالها في العاصمة الرياض أسطول قطار الشمال يتكون من مقطورتين وثماني عربات ركاب وتبلغ السعة القصوى للقطار النهري الواحد 444 مقعدا بما فيها درجة الأعمال والاقتصادية فضلا عن الخدمات الأخرى ترجمة نانسي قنقر تستعد دول العالم الإسلامي ومن بينها السعودية لتحري هلال شهر رمضان مساء اليوم فيما أكد فلكيون أن غدا السبت الموافق للثاني من أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان وعدته ثلاثون يوما ليكون يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو المقبل هو أول أيام عيد الفتر ومعنا من مرصد الأهلة في تمير مراسل العربية نواف عزيز نواف مساء الخير مرحبا بك معنا في نشرات الرابعة كيف الأجواء الاستعدادات حتى اللحظة ومتى ستبدأ هذه العملية رصد الأهلة في تمير نعم نايف أهلا بك وأهلا بمشاهدي العربية على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا لبدء عملية الترائي في مراصد السعودية إلا أن توقعات الفلكيين والتقارير الفلكية والجوية تشير إلى أن رؤية الهلال لشهر رمضان محتملة بشكل كبير جدا نظرا للفترة التي يمكث فيها القمر بعد غروب الشمس وهي المقدرة بنحو 15 دقيقة استعدادات في جميع مراصد السعودية نحن الآن نتواجد في مرصد مدينة تمير التي تبعد عن الرياض بنحو 140 كيلو متر بعد أقل من ساعتين ستبدأ مراسم الترائي بشكل رسمي وهناك بث مباشر عبر الاتصال المرئي مع المحكمة العليا السعودية التي لأول مرة تستخدم عملية الاتصال المرئي مع 11 مرصد في السعودية لضمان رؤية هلال شهر رمضان في حال تم ذلك وأتأكد من التقارير الفلكية والجوية والاطلاع عليها قبل إصدار القرار نظرا للأوضاع الآن والأجواء التي تبدو فعليا نايف أجواء صحوة ولا توجد أي غيوم أو أي هواء متواجد في هذا المرصد الذي نتواجد فيه الآن ولكن معي الرائي في هذا المرصد أهلا وسهلا بك في البداية عرفنا عليك أخوك الرائي متبع البرغش من مرصد أتمير اليوم نحن ولله الحمد جاهزين لرصد الهلال والأجواء الحمد لله مبشرة بخير الرياحة شمالية شرقية وهذه تعتبر صافية لنا وسرعتها 8 كيلو متر متوسط الرؤية عندنا في مرصد أهلا في أتمير حوالي 17 كيلو متر والأجواء صافية ولله الحمد وعلى هبتها الاستعداد بإذن الله متى تبدأ عملية الترائي والبت في موضوع رؤية هلال رمضان من عدمه بشكل رسمي الساعة كم يعني بالضبط في تمام الساعة 16 دقيقة تغرب الشمس وبعدها يمكث القمر 16 دقيقة هاي غيب في الساعة السادسة و29 دقيقة الأجواء صافية وإن شاء الله أنها تكون رؤية واضحة بإذن الله نعم كل الشكر لك متعب وحنا بالتأكيد متابعين إذن نايف أقل من ساعتين متبقية على بدء عملية الترائي وأيضا غياب الشمس والمحكمة العليا في السعودية بعد ساعة تقريبا أو أقل من ساعة ستعقد الجلسة برئاسة رئيس المحكمة العليا وأيضا أود الإشارة نايف إلى أن في حال عدم رؤية هلال رمضان في مرصد تمير أو المراصد الأخرى لن تبت المحكمة في موضوع رؤية هلال رمضان من عدمه إلا بعد الإجابة من قبل جميع المراصد في السعودية وآخر مرصد أو منطقة تغيب فيها الشمس هي منطقة تابوك الشمس تغيب تقريبا بعد الساعة السادسة وخمسين دقيقة وهناك أكثر من مرصد في منطقة تابوك وبعد الإفادة من المرصد المتواجد في منطقة تابوك ستتخذ المحكمة قرارها برؤية هلال رمضان من عدمه شكرا جزيلا لك لهذه التفاصيل والمعلومات من مرصد الأهل في تمير مراسل العربية نواف عزيز شكرا جزيلا أقل من ثلاث ساعات تفصل جماهير كرة القدم في العالم عموما والجماهير العربي على وجه الخصوص عن قرعة كأس العالم 2022 التي ستقام في تمام السابع مساء بتوقيت السعودية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويحل منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتبار فريق البلد المستضيف أو باعتبار فريق البلد المستضيف فيما سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى أربع مستويات وذلك بحسب ترتيب كل منتخب في تصنيف الفيفا لشهر مارس العربية استطلعت أراء الشارع السعودي من مواطنين ومقيمين حول أمنياتهم وتوقعتهم لقرعة كأس العالم نتابع نتمنى مقابلة منتخب الغاني ومنتخب الإنجليزي إن شاء الله في المجموعة والله صراحة القرعة راح تكون صعبة لكنه ممكن فرنسا توقع راح تكون موجودة منتخبات سهلة يعني ما تكون صعبة تونس تقريبا الكاميرون في نوم معنا بس أتمنى بقى المنتخبات العربية ما تبقاش في مجموعة واحدة السعودية في مجموعة وتونس في مجموعة والمغرب في مجموعة أتمنى أن يقابل منتخبنا يقابل قطر وتونس إن شاء الله ما يكون برازيل أرجنتين ألمانيا إن شاء الله نبتعد من هذول الدول فرنسا وأتمنى إن شاء الله أن نحقق مراكز متقدمة في البطولة هذه أتمنى المنتخبات التي تهلت معه زي صربيا أو قرواتيا أطلقت منصة أبشر خدمة إسقاط المركبات إلكترونيا التي تتيح للاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة والتالفة والتي من المقرر أن تنتهي في الأول من مارس العام المقبل وبموجب هذه الخدمة فإنه يتوجب على الأفراد مراجعة أحد المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات لإتمام إجراءات استلام المركبة المهملة أو التالفة وذلك بعد إعطاء رمز التحقق المستلم والخاص بإسقاط المركبة دون الحاجة إلى مراجعة فرع المرور لكل عملية إسقاط أعلنت هيئة الزكاة والجمارك السعودية اليوم عن تمكنها من إحباط أربع محاولات لتهريب أكثر من مليون وخمسمائة حبة كيبتاجون عطر عليها مخبأة داخل أرضية إحدى الشاحنات عبر منفذ الحديث الهيئة أوضحت أنه جرى ضبط مستقبلي تلك المضبوطات وذلك بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهم أربعة أشخاص مئة عام من صدور أهم وأعرق الصحف السعودية جريدة أم القرى كانت خلالها شاهدا على نهضة المملكة وذاكرة للقرارات الرسمية الحكومية في صفحاتها فضلا عن أنها رصدت التاريخ السعودي المعاصر على امتداد قرن من الزمن احتفلت وزارة الإعلام السعودية بمرور مئة عام على صحيفة أم القرى في مكة المكرمة بوصفها أقدم الصحف في البلاد حيث جرى حفل التدشين بحضور أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وعدد من الوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام هذا الاحتفال ليس فقط لأم القرى ولكن للإعلام السعودي بشكل عام والشيء الرائع في هذه المناسبة أنه أول مشروع في المملكة العربية السعودية نحتفي فيه بمرور مئة عام صدر العدد الأول من جريدة أم القرى في الثاني عشر من ديسمبر من عام 1924 للميلاد في عهد الملك عبد العزيز فصارت ذاكرة رسمية للقرارات المفصلية والأوامر الملكية فضلا عن رصدها التاريخ السعودي المعاصر على امتداد قرن من الزمان إذا أردت أن تتعرف على مسيرة المملكة خلال هذه الحقبة الطويلة من عمر الدولة السعودية ستجد أن أم القرى تحتفظ بهذه الملفات وهذا الإرشيف وهذه المعلومات وهذه الأخبار وهذه البيانات الرسمية كلها لا تجدها إلا في جريدة أم القرى موافقة سامية نصت على نقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية لتدخل بهذه الخطوة مرحلة جديدة ونقلة كبيرة لكافة جوانب العمل الإعلامي والتحول الرقمي أم القرى تنطلق في رحلة جديدة من قرنها الثاني خاصة بعد انضمامها إلى وكالة الأنباء السعودية هذا الانضمام الذي سيحقق التكامل ما بين الجهتين كمنظومتين عمل رسمية أبرز ما يتصدر محتوى هذه الصحيفة هو نشر قرارات مجلس الوزراء والأنظمة والقرارات الرسمية والإعلانات الحكومية محمد الزهراني العربية مكة المكرمة كتام الرابع هذه أبرز عنوانها انهاء الخطط الأمنية لموسم العمرة في رمضان ومؤتمر صحفي لقوات أمن العمرة يستعرض التفاصيل التحالف يؤكد التزامه بوقف العمليات في اليمن وبريطانيا تحط اليمنين إلى اغتنام فرصة السلام موسكو تؤكد استمرارها في المفاوضات مع كيف وتحذيرات من مخاطر قد تطال المنشآت النووية العالم الإسلامي تحرى هلال رمضان والرابعة ترسد إجراءات التحري من مرصد تمير قرب الرياض ساعات تفصل العالم عن قرعة المونديا لحظوظ السعودية وثلاث دول عربية رهن القرعة شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة نهاية الرابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة